في سابقة هي الأولى من نوعها وبدعوة من كاتب الدولة الفرنسية لقدماء المحاربين وزير المجاهدين طيب زيتوني يحل بفرنسا خطوة أثارت الجدل بين من وصفوها بالجريئة لتذويب جليد الماضي بين البلدين وحل الملفات العالقة منذ زمن وبين من اعتبروها تجاوزا خطيرا لذاكرة الشعب والأسرة الثورية ورضوخا لإغراءات لم يخضع لها الوزراء السابقون في ظل تمجيد فرنسا لجرائمها وإصرارها على التوجه نحو المستقبل على حساب الذاكرة الوزير دفع عن خطوته مشيرا إلى أن زيارته لا تتم في جنح الظلام ولا تدخل في إطار التفاوض بل تأتي لزالة العراقيل والحواجز التي تقف في وجه حل ثلاث ملفات تتعلق بالأرشيف والمفقودين الجزائريين أثناء الثورة التحريرية والتعويضات الخاصة بالتجارب النووية بمنطقة رقان زيتوني طمأن المشككين بأن زيارته للمستعمر السابق لا تعني التنازل عن مبادئ وتوجهات الجزائر كما طمأن المطالبين بضرورة تقديم فرنسا اعتذار للشعب الجزائري عن ماضيها الاستعماري وقال إن ذلك يمر عبر حل ملفات العالقة من جهة أخرى يرى مراقبون أن طريقة معالجة السلطات للملفات العالقة يبعث على التشكيك في أهداف الزيارة خاصة ما تعلق بأرشيف الثورة التحريرية الذي أكد رئيس جمعية قدماء مجاهدي وزارة التسليح والاتصالات العامة دحو القابلية أن جزءا كبيرا منه سلم لوزارة الدفاع غادة الاستقلال لكنه يبقى محبوسا لأسباب سياسية بحتة وفيما يفضل آخرون الحكم على طبيعة الزيارة بعد ظهر نتائجها تبقى خرجة الوزير فريقة في تاريخ الجزائر حيث لا أحد يعرف نوع المداد الذي ستكتب به جزائري حر أم فرنسي تابع